اهلا بكم من جديد اكرت لجنة تطوير نظام المناقصات الالكتروني بمجلس المناقصات انها ستبحث تطبيق فكرة المنصة الالكترونية للمشتريات الحكومية والتي تأهلت الى المرحلة النهائية في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة في نسختها الثانية كما سيتم اخضاعها لمزيد من الدراسة لتوفير كافة سبل النجاح لها بما يخدم الاهداف الاستراتيجية للمجلس وبما يحقق اعلى مراتب رضا عن مستوى الخدمات للشركاء من الجهات الحكومية والمقاولين والموردين ومن ثم دراسة امكانية تضمين المبادرات في النظام الالكتروني للمشتريات الحكومية الذي يعكف المجلس حاليا على استحداثه تقريبا او استحداثه قريبا واكد الامين العام لمجلس المناقصات والمزايدات الدكتور محمد بهزاد ان مسابقة الابتكار الحكومي فكرة في نسختها الثانية ارست مبادئ التطوير في مختلف القطاعات الحكومية نظمت لجنة التعليم والابتكار الشبات بجمعية سيدات الأعمال البحرينية برئاسة سيدة الأعمال ناهد إسحاق جلسة استشارية خاصة لأعضاء الجمعية مع المحامية الشركة ورئيسة مكتب شركة التميمي والعضو في الجمعية فتون حجار وذلك لمناقشة القانون الذي صدر في عام 2018 بعنوان إصدار قانون إعادة الهيكلة والإفلاس لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في مملكة البحرين وللمزيد حول هذا الموضوع مشاهدين يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف مباشرة المحامية فتون حجار شريك ورئيس مكتب التميمي ومشاركه بمملكة البحرين وعضو جمعية سيدات الأعمال البحرينية في البداية مساء الخير سيدة فتون وكما يعلم الجميع سنت مملكة البحرين قوانين إعادة التنظيم والإفلاس الجديدة في عام 2018 والتي ألغت تشريعاتها السابقة واستبدلت بها بقوانين مناسبة لبيئات الأعمال الحديثة وتساؤلنا اليوم للمشاهدين ما هي دواعي إعادة تنظيم قانون الإفلاس والنطاق القانوني له مساء الخير مساء النور أهلين هذا القانون صدر لأن المستثمرين بالبحرين بحاجة لقانون يحميهم ويحمي استثمارهم لأنه هذا القانون مش بس بيتعلق بالإفلاس بس كمان يتعلق بتنظيم الشركة وأعمالها فمن هاي الناحية هذا القانون يشجع الاستثمار بالبحرين شفنا مثلا قبل فترة صدر نفس القانون في دبي ودول ثانية في شرق الأوسط بالنسبة لمين ينتبع عليه القانون هذا القانون لا ينتبع على البنوك ولا الأفراد ولكن ينتبع على التجار اللي عندهم شركات تجارية في مملكة البحرين فأي شخص عنده شركة البحرين هذا القانون رح يمشي عليه في نفس هذا الإطار الأستاذة فتون هل هناك محاكم مختصة لحل المنازعات والقضايا؟ نعم القانون نص بأن المحكمة الكبرى المدنية بتكون المختصة بنظر مشاكل الإفلاس بالبحرين وطبعا لازم تكون الشروط موجودة في الدعوة شروط اللي نص عليها القانون منها مثلا أن التاجر ما بيتفع ديونه لمدة 30 يوم وطبعا قبل ما تعلن المحكمة بإفلاس الشركة بتجرب تعطي الشركة مجال أنه تشتغل مرة ثانية ولو ما نفع تحكم المحكمة بالإفلاس المحامية فتون حجار شريك ورئيس مكتبة ميمي ومشاركو فرع مملكة البحرين وعضو جمعية سيدات الأعمال البحرينية شكرا جزيلا لك أعلن بنك البحرين الإسلامي بي آيس بي عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية البحرين للتقنية أو التقنية بولي تيكنيك البحرين تارف إلى تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين وترتكز بنود مذكرة التفاهم على إقامة تعاون وثيق على صعيد التدريب المهني وعمل البحوث الأكاديمية واستضافة ورش عمل تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية للطلبة من قبل موظفي البنك وقال السيد حسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي إن هذه الشركة تأتي بالتوافق مع برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك جود الذي يرتكز على محورين مهمين وهما التعليم والابتكار ويهدف إلى إعداد جيل مستقبلي محفز بالابتكار والمهارة اللازمة التي تعزز فرصه لبدء مسيرة مهنية ناجحة ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر نتابع النشرة مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة 14 نقطة المئوية مغلقان تدولات عند مستوى 1661 نقطة وذلك عائد لتراجع مؤشر قطاعات الاستثمار وأيضا الفنادق وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة اليوم مليونين وتسعمائة وثلاثة وستين ألف سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 840 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 117 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداولة اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية ننتقل مشاهدين إلى إغلاقات البورصات الخليجية وكما نتابع غلب اللون الأحمر على الأقفلات في البورصات الخليجية في نهاية تعقدات اليوم أكبر الخاسرين كانت سوق بوظبي للأوراق المالية بتراجع يزيد عن 15 النقطة المئوية وبيقفال عند مستوى 5037 نقطة في المقابل كانت سوق مسقط الأوراق المالية أكبر الربحين في ختام تداولات اليوم بارتفاع بنسبة 15 النقطة المئوية وبيقفال عند مستوى 4128 نقطة تعتزم الهيئة العامة للموانئ السعودية طرح مشروع المنطقة اللوجستية في الدمام خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد الانتهاء من ترسية مشروع الخمرة اللوجستية في جدة خلال النصف الأول ووفقا للبيانات الرسمية لهيئة الموانئ فإن القيمة المالية للمنطقة اللوجستية في الدمام وجدة تتجاوز 7 مليارات ريال إذ ستشمل المنطقتان صناعات متعلقة بالخدمات اللوجستية منها الصناعات الخفيفة والإلكترونية وصناعة السيارات إضافة إلى الصناعات التقليلية مثل التخزين وإعادة التصدير وفقت موانئ دبي العالمية على الاستحواذ على حصة تبلغ 51% في ميناء TIS للحويات في ميناء يوجيني في أوكرانيا وفقا لشروط معينة بما في ذلك موافقة الجهات التنظيمية ويتماشى الاستحواذ مع استراتيجية موانئ دبي العالمية لتطوير حلول لوجستية متكاملة تستند إلى البيانات لنقل سلع من نقطة التصنيع لوجهتها الأخيرة ونشر التكنولوجيا لإزالة أوجه القصور في سلسلة التوريد والتركيز على الأسواق سريعة النمو وطرق التجارة ذكرت منظمة دولية في تقرير لها أن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها لا تفي بالمعايير الدولية متحدثة عن ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين وقال التقرير إن مشاريع الشركة تشمل إنشاء ملعب لكأس العالم وإنشاء طرقات وتوظف نحو ستة آلاف شخص وقد دفعت الأجور المستحقة للعمال بعد قيام بعض المتضررين بعمل احتجاجي وأكدت المنظمة الدولية أن قطر أقرت بعض القوانين لحماية العمال الوافدين لكن يبدو أن سلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن معدل البطالة بلغ ثمانية في المائة في الربع الرابع من عام الفين وتسعة عشر مقابل ثمانية وتسعة عشر في المائة قبل عام وذلك بتراجع نسبته تسعة عشر في المائة وبلغ حجم القوى العاملة ثمانية وعشرين مليون وتسعمائة وخمسين ألف فرد خلال الربع الأخير من عام الفين وتسعة عشر وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن والطرقات الجديدة أظهرت بيانات رسمية في أو ترجع عائدات الطاقة في الجزائر بنسبة تجاوزت أربعة عشر في المائة في عام الفين وتسعة عشر مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في البلد العضو في منظمة أوبيك بنسبة تقرب خمسا وثلاثين في المائة عن العام السابق وتحاول الجزائر خفض الانفاق على الواردات في أعقاب هبوط في إرادات النفط والغاز في سنوات الأخيرة نتيجة هبوط في حجم الصدرات والأسعار العالمية نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مؤسس شركة أمازون يشتري أغلى منزل في لوس أنجلس بسعر مائة وخمسة وستين مليون دولار أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينك كبار المسؤولين بأنه على بكين بذل كل ما في وسعها للحفاظ على نظامها الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي تكافح فيه وباء كورونا وحذر شي المسؤولين في الثالث من فبراير الجاري من أن جهود احتواء فيروس كورونا ذهبت إلى مدى بعيد جدا وباتت تهدد الاقتصاد وأصبح الوباء اختبارا كبيرا للرئيس الصيني في كافية الموازنة بين القضاء على الوباء وحماية اقتصاد ينمو بالفعل بأبطأ وطيرة منذ ما يقرب من ثلاثين عاما ونبقى في الصين حيث بدأت البنوك الصينية تعقيم الأوراق النقدية ضمن خطة لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1500 شخص وفق ما ذكرت صحيفة الڭارديان البريطانية وذكر البنك المركزي الصيني في مؤتمر صحفي أن البنوك شرعت في استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو درجات الحرارة المرتفعة لتعقيم أوراق اليوان وأضافت أنه يجري ختم وتخزين الأموال لمدة 7 إلى 14 يوما اعتمادا على شدة تفشي المرض في منطقة معينة قبل إعادة تعميمها اشترى مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس ملكية عقارية فخمة في لوس أنجلوس بسعر 165 مليون دولار ما يشكل مستوى قياسيا جديدا في هذه المدينة الكاليفورنية الكبيرة وفق ما ذكرت صحيفة وولستريت جورنال وأوضحت الصحيفة أن بيزوس اشترى هذه الملكية العقارية من صاحب الامبراطورية الإعلامية الأمريكية ديفيد جيفين محطما الرقم القياسي لعقار في منطقة لوس أنجلوس كما يعتبر جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم مع ثروة تقدر بأكثر من 110 مليارات دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر